ليل باريس المفعم بالحب والحياة انقلب يوم أمس إلى ليل دام لم يجلب إلى سكانها سوى الموت والرعب عمليات إرهابية أثبتت دعوة العراق بعالمية الحرب التي يخوضها على أرضه ضد تنظيم داعش ولأن هذه الجماعات تستهدف السلم العالمي لذا أصبح من المهم بمكان حجد الجهود الدولية وإبراز الجدية في مساعدة العراق في القضاء على هذه التنظيمات كما يرى أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية المستمع الدولي تحمل مسؤوليته سواء على مستوى التنسيق وتعاون الأمن والمعلومات على مستوى تطوير القدرات الاستخبارية إضعاف أو إنهاء هذه التنظيمات في العراق وسوريا سيقلل كثيرا من تأثيراتها على الدول الغربية نحتاج إلى تأييد كبير وواسع ومؤتمرات دولية أكثر جدية وفاعلية من ناحية تقديم الدعم اللوجستي للعراق على اعتبار أنه العراق هو اليوم يقاتل نيابة عن كل العالم بمقاتلته لتنظيم داعش المتحدث باسم وزارة الداخلية أشار إلى ضرورة تغيير الدول التي تعرضت للهجمات لستراتيجيتها في عملية مكافحة الإرهاب مع ضرورة الانفتاح على العراق بشكل أكبر في التعاطي الاستخباري للاستفادة من العراق الذي يمتلك قاعدة بيانات مهمة عن العناصر الإرهابية وارتباطاتها في الخارج اليوم العراق لديه خبرة ميدانية ولديه إرادة وهنا لك جهود تتحقق يعني ان تكلمنا على موضوع ضربات الجوية يجب أن تكون هي بشكل كثيف ان تكلمنا عن أعطاء أريحية وأعطاء دعم للقوات الأمنية العراقية حقيقي أيضا هو سوف يصب في صالح المجتمع الدولي وبالتالي عملية القضاء على داعش هي عملية يجب أن تكون جدية يجب أن تكون فيها تكاتف عالمي وأيضا وضع العراق في رأس الحرب في محاربة داعش والقضاء عليه خبراء في الجماعة المسلحة أكدوا فشل استراتيجية فرنسا في مكافحة الإرهاب ودعمها لبعض الفصائل المسلحة في سوريا انقلب عليها شرا مما يستوجب انفتاحها على الأجهزة الاستخبارات في العالم والعراق على وجه الخصوص لما يمتلكه من معلومات ميدانية عن هذه الجماعات فرنسا فشلت استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الداخلي داخل فرنسا كما قال هولان العراق يحتاج أن يكون الآن يقدم معلوماته وهو يمتلك قاعدة بيانات ممتازة بالضد من الإرهابيين هذه ينبغ أن يتبادلها مع الفرنسيين كخطوة أولى للتعاون والحل الشمولي لمعضلة الإرهاب تفجيرات باريس قد توسم في إيجاد دعم دولي أكبر للعراق بعد أن أثبتت الأحداث أن خطورة هذا التنظيم لا يمكن حصرها في محيط محلي أو إقليمي بسبب خلاياه النائمة المنتشرة في أغلب دول العالم من بغداد وليد الشيخ الحرة